مجازو السادسة مساء من التلفزيون المصري أهلا بكم التقى الرئيس عبدالفتح السيسي بقادة القوات المسلحة بعد أدائه صلاة الجمعة بمسجد المشير تزامنا مع احتفالات العاشر من رمضان وقدم رئيس السيسي التهنئة لقادة القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أدار حوارا مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله كافة الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتأثيرها على المنطقة كما أشهد الرئيس السيسي بجهود القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بكل تفانن وإخلاص على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية مؤكدا أن شعب المصري يقدر الجهود وتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعا عن أمن مصر وسلافتها كان الرئيس السيسي أدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطوي تزامنا مع احتفلة مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمسؤولين تواصلت لليوم السلسي على التولي أعمال لجنة المصار الدستوري الليبي التي تصطدفها مصر برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة عضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين وقالت مصدر ليبيا أن اجتماعات المسار الدستوري تتوصل وسط أجواء تتسم بالإيجابية وحرص من المشاركين على التشاور لضامن إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبرات وذكرت المصدر الليبيا أن اجتماعات المسار الدستوري تطرقت لبحث الآليات التنفيذية المطلوبة لإقرار الأساس الدستوري والتشرعي للانتخابات الوطنية بليبيا تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 429 قضية تموينية بمضبوطات قربة 229.5 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط مايكروب من 43 طن السلع غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 106 أطنان كما تم ضبط أكثر من 39 طن دقيق مدعم وسكر تمونية في مجال الاستلاء على السلع المدعومة وضبط أكثر من 40 طن أسمنت وحديد تسليح في مجال حجب مواد البناء وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 591 قضية من بينها 138 قضية خبز ناقص الوزن و111 قضية خبز غير مطابقة وصلنا إلى ختام موجز السادسة إلى اللقاء اشتركوا في القناة